بناء على تقربتنا فإن حاجتنا يجب أن تكون دليلنا في أي محادثات مقبلة مع قطر الوضع الذي استمر للعشرين سنة الماضية لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك لقد عملت في الحكومة خلال ولايتين وبالعودة إلى العامين 1995 و1996 عندما أراد مكتب التحقيقات الفيدرالية القبض على إرهابي معروف وموجود في قطر والذي في الواقع تستضيفه الحكومة القطرية عندها كما تم منحه وظيفة حكومية من قبل واحدا من القادة والوزراء في قطر وعندما أراد مكتب التحقيقات الفيدرالية الحصول عليه وطلبوا تسليمه اختفى ومن كان هذا الراجل بعدهم ست سنوات من ذلك كان العقل المدبر للهجمات الحادية عشر من سبتمبر خالد محمد في الحقيقة هذا واحد من الأشياء التي يجب أن توقف والتي كانت تحدث باستمرار على مدى عشرون عاما هذه الإزدواجية في السياسة القطرية والشخصية ذات الواجهين في التعامل مع المصالح الأمريكية والتي أعتقد أنها يجب التوقف عنها كتبت فيما قال اليوم أنني أعتقد حينما نعود بالنظر إلى الماضي ونتأمل ما حدث في السنوات الستة الماضية ونفكر في القوى الخارجية وما هي القوى الخارجية التي كانت لديها تأثير كبير في أحداث الستة أعوام الماضية ونحدد أي من القوى الخارجية التي ساعدت على تحويل الربيع العربي إلى شتاء إسلامي متشدد أعتقد أن من الصعب أن تجد بلدا آخر كان له دور كبير في تعزيز دور الإسلاميين سواء كان في سوريا أو ليبيا وبالتأكيد في مصر كونها الممول لجماعة الأخوان المسلمين متمثلة في حكومة مرسي إنه في الواقع النظام الحاكم في الدوحة وحلفاؤنا هناك وأعتقد أنه بطريقة ما يجب إيقاف ذلك